في خضم معركة شرسة خلال الحروب الصليبية كان هناك محارب مسلم شجاع اسمه يوسف وقاتل ببسالة وشرف دافعا عن أرضه وشعبه ضد القوات الغازية مع تردد صدى صراع السيوف في ساحة المعركة وجد يوسف نفسه وجها لوجه مع خصم هائل وهو فارس من الجيش الصليبي معروف ببراعته في القتال لساعات قاتلوا بضراوة ولم يستسلم أي منهم للآخر ولكن عندما بدأت الشمس بالغروب وبدأ الإرهاق وجد يوسف والفارس نفسيهما في طريق مسدود ورؤية فرصة للسلام وسط فوضى الحرب نادى يوسف على خصمه وعرض هدنة تردد الفارس متفاجئا من هذه الإيماءة لكنه قبل في النهاية اقتراح يوسف مع إنزال السيوف ووضع الدروع جانبا جلس يوسف والفارس معا في ساحة المعركة الدمية وتبادلوا قصص أوطانهم وعائلاتهم وأحلامهم بمستقبل خال من الصراع ومن خلال حوارهما اكتشفا أنه على الرغم من اختلافاتهما الدينية والثقافية إلا أنهما يشتركان في إنسانية مشتركة ورغبة في السلام متأثرا بلقائهما تعهد يوسف والفارس ببذل كل ما في وسعهما لإنهاء إراقة الدماء وشق طريق نحو المصالحة بين شعبيهما لقد ألهم تصرفهم الشجاع والتعاطف الآخرين على جانبي الصراع بإلقاء أسلحتهم والسعي إلى التفاهم بدلا من العنف وهكذا وسط فوضى الحرب أصبحت صداقة يوسف والفارس غير المتوقعة منارة للأمل والإنسانية تذكر كل من شهدها بقوة الرحمة في تجاوز أعنف الصراعات اشتركوا في القناة